موسيقى تونس الجزائر لا لتدخل عسكري في ليبيا السريح كتبت في الصفحة 4 تونس والجزائر تقطعان الطريق على التدخل العسكري في ليبيا حرب قد لا تقع هذيا بعد الزيارة لأدها وزير الأشؤون الخارجية التونسي خميس الجهناوي للجزائر واللقاء اللي جمع بنظير الجزائر رمضان العمامرة الوزراء الزوز أكدوا على رفضهم لتدخل عسكري في ليبيا وعلى ضرورة تقديم الحل السياسي ودفع الليبيين لإيجاد حل لقضيتهم والإسراع بتكوين حكومة وفاق وطني وهذا يلي صار البرح في الليل في ساعة متأخرة أعلان المتحدث باسم المجلس الرئاسي ليبي فتحي المجبري على أنه تم الاتفاق على تشكيل حكومة وفاق وطني في ليبيا تتكون من 13 نوزير بينهم 3 سيدات حدث مهم إن شاء الله يساهم في استقرار الأوضاع في ليبيا وإيجاد حلول كل المشاكل السياسية بعيد خليني نقول على أي تدخل عسكري أجنبي ينجمي أدي لحالة كبيرة من الفوضى وعدم الاستقرار والدمار في المنطقة والأكيد مش تكون عندها تدعيات على تونس وعلى جزائر وعلى ليبيا وغيره من البلدان منطقة هذه البيان كتبت تونس تستعد لتدخل عسكري محتمل في ليبيا استنفار على كل الواجهات الباحث في الشأن الليبيا الدكتور رفعت بي بيقول في تصريح لجريدة البيان السلطات التونسية فوتت فرصة المحافظة على مسالحنا الاستراتيجية مع ليبيا موضوع خصت له جريدة البيان السفحة 28.9 نستدعاكم باشتقرأوا المقالين في نفس الإطار جريدة الشروق كتبت في صفحتها 8 تطوين ومدنين تستعدين للحرب في ليبيا استيعاب 20 ألف لاجئ ومخاوف من تسلل إرهابيين الشروق حاولت مواكبة الأجواء في المدن والمناطق الحدودية مع ليبيا في ولاية تطوين وولاية مدنين اللي تعرف الأيام الأخيرة هذه حركية كبيرة واستعدادات حثيثة لتدفق عدد كبير من اللاجئين في صورة تدخل عسكري في ليبيا البارح كان ثم اجتماع لمنظمات إنسانية وللهلال الأحمر في الولايات الزوز التي خاد الإجراءات اللازمة نحن نقول إن شاء الله ربي قد الخير وإن شاء الله ربي يستر ليبيا ويستر بلادنا وتتعدى هذه الحكاية على خير نختم اليوم معرض للصحافة بمقال تقرؤه في سيد الصباح نيوز الموقع الإلكتروني صباح نيوز بعيد على ليبيا بعيد على السياسة موضوع يهم الشباب والشياء والناس لكل برشة حتى الصغار لحقيقة المغرومين بالبلاناتوين وغيره في أريانا القبض على شخص يتعاتى لعبة البلاناتوين حسب الصباح نيوز فرقة الأبحاث والتفتيش بالحرس الوطني بالمنيهلة ألقات القبض على عام اليومي وعمره 26 سناء يلعب في البلاناتوين داخل محل أنترنت في المنيهلة وتم حاجز بيساي ومجموعة من التذاكر ومبلغ مالي قدره 500 دينار وتم الإذن بتحرير محضر موضوعه لعب الميسر بدون رخصه لعب الميسر بدون رخصه بانيش باش نعالق على الحكاية هذه خليكم انتم التعليق التوينسا يعرفوا اللي التوينسا الكل يلعبوا في البلاناتوين والبيوين وغيرهم من الحكايات هذه كبروموس بوان مقنن من سنوات كثيرة ما عتموش اليوم الموضوع هذا ما عرش علش اليوم انفقوا بالحكاية البلاناتوين وشدوا الرجل إذا هذا ممنوع قانونا دونك يجب تقف الحكاية هذا ويجب تشوفوا حل وتنظموا الأمور وتنظموا القطاع برشة حوانت محلولة جوستما ما عرش حوانت محلولة قاعدة تسترزق من الموضوع هذا ما وش وقت اللي تنتشر اللعبة هذي في البلاد والناس الكلتو اللي تلعب فيها وقتها نتلعوا بالحكاية هذه على كل هذا المقال الأخير اللي حابيت نختبه وكل عادة نقول خليكم تعليق لكم انتبه ترجمة نانسي قنقر